اهلا بكم شباب في فيديو جديد من دورة فلوتر النهاردة هنكمل بناء النوتس اب طبعا احنا مرة فاتت كنا انتهينا خلاص من ان احنا نحل المشاكل اللي قبلتنا النهاردة بقى هنبتدي ونكمل بقية الاجزاء في النوتس اب طبعا زي ما انت شايف التطبيق على فكر اعتبر طول مننا شوية وده لان انا بشرح لك تقريبا كل حاجة بالتفصيل خلي بالك يعني انا لو هركز فعلا على النقط اللي انا هعملها التطبيق ده كان هيخلص وقت اقل من كده بكتير لكن انا بحاول افهمك كل حاجة انا بعملها بتتعامل ازاي وليه وكمان بدي لك الكيسز المختلفة يعني مش بعرض عليك الحاجة اللي انا بكتبها بس لأنا ممكن اتطرق للنقطة تانية عشان تاخد اكبر قدر من المعلومات ممكن عشان تاخد اكبر قدر من المعلومات ممكنة في التطبيق تمام بس طبعا لو انت شايف ان في معلومات بنسبة لك انت عارفها ممكن تسكب على طول وتدخل على اجزاء اللي انت مش عارفها تمام اه حلو قوي تعالى بقى نكمل الجزئية بتاعتنا انا دلوقتي عايز اعرض النوتس بقى فتعالى كده نروح على نوتس فيو زي ما انت شايف النوتس فيو بتاعتنا لو تلاحظ كنا حاطين لست فيو واللست فيو بتتعامل المفروض مع لست فانا دلوقتي كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اروح ابني كيوبيت الهدف منه ان هو يلود النوتس كلها وبعدها لليست فيو تعرضها على طول زي ما انت شايف الموضوع بسيط لان انا مجهز اليو اي اصلا اليو اي مبني عشان يتعامل مع لست جيالي من كيوبيت فتعالى كده نشوف الموضوع ده يعني اول حاجة هعملها ان انا اروح انشي الكيوبيت ده فتعالى كده نروح على الكيوبيت بتاعتنا هنا هو وانشي كيوبيت تاني مسلا هسميه نوتس كيوبيت ونعمل انتر كده طبعا ليه سميته نوتس لان هو يعني الاسم لاقي عليه لانه هو كل اللي هعمله ان هو هيريد نوتس فبالتالي مش حابب اسميه ريد نوتس كيوبيت مش مستلطا فيها حاسس نوتس كيوبيت يعني اسم معبر اكتر تمام لان ده الكيوبيت المسؤول على ان احنا نقرأ النوتس وتعالى هنا نكتب نوتس كيوبيت كده تمام وطبعا تعالى نحط الستيتس بتاعتنا فنفس الكلام نفس الستيتس بالزبط تعالى نحط تلاتة واحدة هتقول لنا ان هو ايه واحدة بتقول لي ان هو ايه ان هو ممكن يكون والتانية بتقول لي ان هو وخلي بلك في نقطة انا حابب بيكون معاها دي تقريبا سبت يعني ونفس الكلام نعمل لكم كده حلو قوي والسكسس طبعا انت هنا الموضوع بايدك انت عايز مسلا ان تستقبل الليست هنا ولا تخزن الليست جوه الكيوبيت انا بعمل ايه في الطبيعي لو انا مثلا هاعرض البيانات كلها في مكان واحد يعني انا مش هقض اباصي البيانات دي الوجيت ومن وجيت الوجيت فبالتالي بستقبلها في السكسس لكن فالنفترج ان البيانات متوزع عندي على كتير جدا فبالتالي هتلاقيني كل شوية عمال اباصي البيانات لي للوجيت اللي تليها وهكذا للوجيت اللي تليها ماهي تري هتقعد تباصيها للوجيت اللي تحتيها وهكذا ففي الحالة دي بسيبها جوه الكيوبيت وبأكسسها عن طريق الكيوبيت يعني انا ببص على الاسكرين لان انا ببنيها وبشوف ها بتتعمل مع البيانات ازاي انا هنا لاحظت ان دي لست فيو يعني هي هتاخد الليست وهتشتغل على طول فبالتالي بالفعل ممكن استقبل الليست مع السكسس لان انا بتعامل مع الليست مرة واحدة مش بتعامل مع بيانات منفصلة تمام فتعالي هنا مثلا نقول لست طبعا احنا انشاءنا الموضل فهقول موضل كده هنقوله هنا وخلاص ونحطوه جوا كده طبعا لازم يقع عشان نحط ايه على طول تعالى بقى نروع على صبعا خلي بلك احنا كده انشاءنا بس طبعا مش هكتفي كده النهاردة لان احنا دي حاجات يعتبر عدت علينا كتير تمام ونعمل كده وبعد كده تعالى نكمل بقية الاجزاء تعالى نروع على فطبعا دلوقتي انا محتاج اعمل مثلا هسمي المثل اسمها كل النوت مش بتاخد حاجة لان كده كده هي بتفتش كل النوت وبعد كده نفس اللي عملته بالزبط فين يا شباب نفس اللي عملته في اد نوت كيوبت تعالى انا اخد الكود كوبي بيست انا هاخد الكود كده زي ما هو كوبي بيست طبعا دي بنعملها كتير جدا وزي ما هو وكل اللي انا هعمله ان انا بس امسح الكوص زيادة تمام وبعد كده استبدل الامد بالنوت نوت 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 ساكسس وبعد كده هنا نوت بس ما غير شي حاجة المضوع بيتم في ثواني وبعد كده هنا اقول هايف برضو لان انا محتاج كده كده هايف كده وبعد كده انا اقول هايف بوكس برضو تمام واقول هنا ايه سينك حلو قوي وفاضل ايه تاني بعد كده بقى اللاين ده اللي هيتغير انا دلوقتي محتاج الود كل النوت فطبعا محتاج استخدم النوت بوكس بتاعي واشوف ايه اللي فيها ممكن فعلا يجيب لي كل البيانات اللي في البوكس ده اللي هي عبارة عن نوت تمام فتعالا كده ندور عليها فطبعا لو جربنا كده نقف على هو طبعا مش مش نافع نقف عليها عشان بس محتاجة احط كده الاول فلو قفنا عليها لان هو بيرجع لك اتريبل اتريبل دي خلي بالك معناها حاجة طب ايه ايه اف نوت موضل فبالتالي دي فعلا اللي انا مهتم بيها وطبعا انت ممكن بسهولة جدا تحولها بسهولة جدا فانت كده بالفعل بقى معاك اللي انت محتاجها خلاص المضوع بالبساطة دي زي ما انت شايف المضاعم الصعب خلص بس خلي بالك في نقطة هنا ان اصلا الفاليو دي اصلا مش فوتشر انت مش محتاج هنا اصلا تعمل قويت يعني انت اساسا الامت لودنج دي كده ما لهاش اي لازمة لان انت اساسا انت بتريد البيانات من البوكس ده انت مش محتاج تعمل قويت لاي حاجة البيانات بتجيلك على طول مرة واحدة فبالتالي انت كده ممكن تمسح الامت لودنج دي اصلا من هنا انت مش محتاجها خالص والليست دي ممكن تباصيها على طول في المكان ده طبعا لو مش حابب تعمل الحركة دي ممكن تنشئ عادي متغير هنا اسمه ويفضل تسمي كده عشان يبقى واضح كده يعني يسهل الاراية بس مش اكتر يعني على فكرة الاسلوب ده يعتبر اسرع وافضل لان انت كده ما انشقتش متغير وبسيط القيمة على طول لكن الاسلوب ده يعتبر افضل في الاراية فدلوقتي لو انت مش فارق معاك قوي فارق السرع هنا خلاص خلي الموضوع يبقى اسهل في الاراية اكتر تمام خصوصا لو مش فارق معاك موضوع السرع لكن لو فارق معاك في حاجات البسيطة دي فارق معاك جدا خلاص لا اعملها كده تمام تعال نحطه في المكان ده بس ونباصي هنا ايه النوتس بتاعتنا عشان يبقى كده ايه شكله فيه القراءة افضل يعني مواضح جدا ان انا عندي هنا وبيديها المين للنوت ساكسس فانت كده خلاص انشقت الكيوبيت بتاعك واضفت الماثود تعال بس نروح على المين دوت دارت واضيف الكيوبيت ده نفس الكلام طبعا هل انا هستخدم الكيوبيت ده في مكان تاني هل انا مثلا هريد النوتس في حتة تانية لا مش هعمل كده فبالتالي مش محتاج ان انا اضيفه فوق الماتيريا الاب لا كفاية ان انا اروح اضيفه فوق النوتس وعايزك هنا تركز معي في نقطة وتبقى انفتح كده وانا باستخدم الجزئة دي يعني حاول تحس كده هل هيفرق فعلا موضوع ان انا هستخدمه هنا ولا لا انا عايزك كده تفكر دقيقتين مع نفسك وانا باستخدم فوق هنا مسلا تمام فتعال هنا نحط مثلا او تعال نخليه فوق على طول يعني تعال نخليه فوق عشان تبقى يعني هقول هنا كده تمام وطبعا اعمله امبورت واخلي هنا البلوك بتاع يبقى ايه يبقى النوتس كيوبت تمام اوي اه طبعا انا قلتلك حاول تاخد بالك كده من نقطة يعني وتبقى كده مفتح شوية هو انا لو استخدمتها هنا في التطبيق ده بالاخص هتفرق عن ان انا استخدمها في الميندو دارت لا مش هتفرق ليه بقى مش هتفرق لان خلي بالك هو الفكرة كلها في موضوع ان انا لما ضفتها في البوتومشيت ان انا لما بفتح البوتومشيت الكيوبت بيتعمل له كرييت لما بقى في البوتومشيت الكيوبت بيحصل له ايه بيتعمل له كلوز اهو تمام فبالتالي انا تخلصت من ريسورس انا مش محتاجها لكن ركز معي انا في النوتس فيو النوتس فيو الرئيسية بتاعتي هل انا اصلا هتخلص منها لا مش هيحصل ابدا لان انت لما بتفتح البوتومشيت النوتس فيو موجودة لما بتروح على الادت بتاعتك انت على كده نضغط على ايه واحدة النوتس فيو لسه موجودة في اللستاك ما هي النوتس فيو موجودة تحت الادت نوت فبالتالي لسه عايشة ما اتضمرتش الفيو عشان الكيوبيت يتم التخلص منه وحصلش الكلام ده نفس الكلام طبعا لو حاولت تمسح مش هيحصل حاجة للنوتس فيو فبالتالي كده كده النوتس فيو فعلا عايشة معاك تقريبا طول ما انت شغال في التطبيق ففي الحالة دي اضافة الكيوبيت بتاعك هنا او حتى لو ضفته فوق الفيو على طول هنا الموضوع صراحة مش فارق قوي لان فعلا مش هيتم التخلص منه طبعا المعلومة دي يعني لحد ما مالهاش لازم ان اقولها لك بس انا عايزك تبقى فاهم يعني انا مش عايزك حافز وخلاص انا عايزك تفهم هو ايه الفرق ما بين ان انا استخدمها هنا واستخدمها هناك انا عايزك الحاجات دي تبقى فاهمها لانها بتفرق فعلا لما ديجي تشتغل على تطبيقات معقدة شوية وتبقى عايز تحسن من حاجة معينة او تعمل حاجة معينة النقطة اللي انت فاهمها بتفرق معاك فعلا بقى في الاجزاء دي فحاول تبقى فاهم احنا كده انشأنا بقى الكيوبيت بتاعنا يعني تعالى نقول ان احنا اد فتش او تعالى نقول كريت افضل كريت كريت فتش نوت مثل بس ماشي كده زي الفقول اعتقد كومت كويس طبعا ممكن تكتب كومت افضل من كده بس مش ازمة يعني تماما تعالى نعمل وبكده يكون الفيديو ده انتهى وسنك الویديو گه انشاء الله و من السلامه